تحركت روسيا عسكريا فحرك العالم العقوبات أما المدى الذي يمكن أن تبلغه الأزمة فينقسم المتابعون حياله بين من يتنبأ بتوسع نطاق الأزمة عسكريا ومن يعتبر أن الأمر سيقتصر على العقوبات التي تعني عمليا اعتراف العالم بالأمر الواقع الجديد الذي كرسه فلاديمير بوتين وفي غضون ذلك حبس الأنفاس سيد الموقف نظرا لما للتصعيد المستجد من تداعيات على المستوى الدولي سياسيا من خلال مستقبل العلاقات بين روسيا والغرب بركنيه الأوروبي والأمريكي واقتصاديا عبر انعكاس التطورات الميدانية في أكثر من اتجاه أما لبنان الذي له في كل عرس قرص ولكل تطور خارجي ثمن فمن الواضح أن عنواني المرحلة في هذا الموضوع هما المحروقات والقمح اللذين يحتلان مركزا ثانويا أمام أولوية متابعة أوضاع الجالية اللبنانية في أوكرانيا التي شكلت الشغلة الشاغل لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اليوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين لكن قبل الدخول في العنوين المطروحة وأبرزها انتخابيا اليوم موضوع الميجا سانتر الذي جدد رئيس الطيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المطالبة به في وقت أبلغ وزير الداخلية بسام مولوي الرئيس عون بأنه سيسلم رئاسة الحكومة غدا الدراسة التي أعدها في هذا الشأن ولأننا على مسافة ثلاثة أشهر تقريبا من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل الموعد الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين أنه لا مش كلهم يعني كلهم بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكسف من 17 تشرين الأول 2019 تذكروا مثلا مين كان يحذر من تدعيات ملف النزوح السوري من اليوم الأول للأزم السورية ومين كان بالمقابل يوجه اتهامات عشوائية بالعنصرية لكل مطالب بتنظيم الموضوع وضبطه حتى ما يتحول لأنبلة إنسانية واقتصادية موقوطة على أرض لبنان وما تنسوا أبدا أنه جزء أساسي من مأساتنا الاقتصادية والمالية اليوم إنما سبب وجود عدد ضخم من النازحين السوريين على الأرض اللبنانية ما يرهق الاقتصاد اللبناني بشكل لا قدرة للبنان على تحمله ولما تفكروا بالانتخابات حرروا عائلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات وخلوا نظرتكن شاملة وموضوعية وساعدا تخبوا مين مبادكن بكل حرية ومسؤولية اشتركوا في القناة